السلام عليكم اشتركوا على سيدنا وحبيبنا محمد صليوا عني بي الناس الكل ما نحبش ديما نشد في نفس الريتم نهبط معناه الفيديو يكون في مقدمة ونفس الموسيقى اليوم حبيت نبدل شوية ان شاء الله يعجبكم على كل حال كما هو وما تنسونيش من الجامعة ومن الكومنترات المزيانة اول مرة تشوفني ما فيها بيس كنت شجعني وتعملي اشتراك وتفعل الجرس بيش يوصلك كل جديد هو كيكا قناتي كي تكبر شوية ونقدمه القديم وان شاء الله ربي يسهل انها فيلي فيها الخير واحدة من الاخوات كي ما قلتوكم في البداية طلبت مني لملاوي وهاني لبيت الطلب ان شاء الله تعجبك لملاوي متاعي وان شاء الله تجربها وتنيري ذاك ما عنديش عجينة وحتى كان عندي هكا اعملت هيلكم بيدي كي تعرفوا اللي راه ومينة منحيروا في شي وكل شي كي تعطيه حقه وتعطيه معناها الاساسيات متاعه وكيفاش يتعمل راهو ينجح اقبل ما عندهم لعجينة لحتى كل شي يجي بنين يعمل ستستين كين حسيلوا لبنات شاء الله تعجبكم الوصفة وراه سهلة شوية هكا سبور وكا هاو لازمك تخدم ميديتك مليح 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 حسيلوا هكا ما تشوفوا ما قصيتش من الفيديو سرعت فيه باش تشوف قديش عجنتها وقديش تشد وقت في العجنين هي شوية تعب في العجنين متاحها الاول حاجة اخذينا السميد والملح اه وبدأنا نعجنوا بشوية بشوية بالماء الدافي ما يكونش سخون ياسر وما يكونش بارد لازم ماء دافي خطر بارد بيش يطول علينا معناه الخدمة برشة وكان سخون بزيدة مش بش تنجح لنا ونبدأ ونزيدوا بشوية بشوية في الماء تدريجيا كل مرة نزيدوا شوية كيما طريقة البريك البريك روى من نفس الطريقة كيما هكا بالضبط اما البريك مبعد في التال الاخيرة معناه يكون سيل اكثر من هكا اما نفس الطريقة بالضبط الطريقة التقليدية معناه بتاع البريك حسين وشالا نجرب زادة معاكم البريك برمضان بما انو رمضان القرب اه بهي لبنات كيما تشوفوا هكا بشوية بشوية نزيدوا شوية ماء ونبدأ نعجن نعجن للعجينة تشربوا بك الماء الكل علشنا عملوا كيما هكا كل مرة معناها نزيدوها شوية اراكي مش تحطوا لها الماء دفعة واحدة اراوه مش مش تنجح المرلولة يابسة تعجنوها هي يابسة المرلولة لازمها تكون يابسة يابسة ونبعد بشوية بشوية الماء تدريجين اللي نشوفوا اتوتشو نوريكم القوام كيفش يكون كنت حصلوا عليها اراهي ما شاء الله معناه يكاينها شنجوم ولا حازتو تشوفوها وحكموا احدكم اه باهي لبنات هاوك كيما كيما كيلا عادا نزيد كل مرة شوية ما ونعمل هكا بسوابعي نفس الطريقة حسينو هكا واضحة في الصورة وتبديو تعجنو ماذا بيكم زاد عرخامة ولا على الطاولة باش تعتيكم الطوع في العجنين وماشاء الله معناه حتى المنغضوة قاعدة كيما هي طريية طريية هاونا وريتكم معناها في البداية كيفاش جيتني لعجينة حتى كي نكمشها كافيدي وبعد نحلها كيمهية اه ماشاء الله معناه ناجحة مليون بالميع شوفوا لبنات معناه هذي لكل فيديو ومسرعة فيه شوفوا قديش عجنت هاني باش نوريكم توا القوام اللي تحصلنا عليه اراهيم الزيت باش تبتعجن شوفتوا القوام توا كيفاش بديت اه معناها تعتي الطوع بديت اه معناها تنجح الوصفة بدينا قريب نوصلوا للنهاية مثال اعجنو عجنو ما تخافوش من العجنانك واسع بالك حط فيديو من فيديواتي بالتباعة تفرجوا فيها هاكاكا نشجعكم هاكا قديمكم حطوا منها تشجعوني انتوما واني نشجعكم وتعجنوا الملاوي متاعكم وديكم ابن الملاوي تعرفوا ديما الملاوي ابنينا برشاء هاكا كملت عجنتها تاوي المرحلة الثانية شفتوا كيفاش تتلصق وكين هلستيك تاوي نحطها في زي شي ولا كيس غذائي ولا كيما تحبو حسين ونحطها في الصحفة ونحط ماء دافي وهو شو سخون ياسر معناها نجم تحط فيه ديك شفتوا ولاه موش يغلي معناه ونخليها قد ما تحب خليها 4 ساعة كينك مستعج خليها حتى ساعة كاملة اما بالنسبة لي تقريب خليتها 4 ساعة وهاكم تتشوفوا ما شاء الله كينك عجنت اكثر شوفوا ما شاء الله كينها شينغومو ما شاء الله نجحة مليون بالمية ندهن نداية بشوية زيت وندهن رخامة بشوية زيت ونبدأ نقصوا فيها وباش نشكلهم مبعضنا شفتوا البنات لستيسة دي تخليه لك الملاوي نجحين مليون بالمية نجم تعملهم ملاوي لفطور الصباح بجبن بالشوكولاتة شوية مر اللي موجود عندك كل قديره وقدرك شوفوا بسم الله ما شاء الله نجحة مليون بالمية راهي كي تبدأ معناها مخدومة مليح ما تقطعش خطرها مخدومة بالصحيح باهي البنات كي ما قلت لكم تنجم تعملهم فطور الصباح تنجم زيت فطور نصف النهار اللي موجود عندك تنجم تعمل شوية هريسة شوية تن تنجم تعمل فريت فيها تنجم تعمل بشور مع معنقب الجيش تنجم تعمل حتى تعمل لك شكشو كنت ماطم وفلفل راهي بنينا 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 ما شاء الله ما نبدأش نشكر في روحي ياسر باهي البنات جربوها واحكموا انتم ما شكروني ليلة الله محمد رسول الله ان شاء الله يحجبكم الفيديو ما تنسونيش عاد مجامات ومالكومنترات المزيانين وكنكم اول ما تشوفوني ما تنسوش باش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد هكا وتكبر عائلتنا وان شاء الله يا ربي تكبر راهي كيم بكم وتشجيعكم محبتكم لي ودي ما نعود لكم وقول لكم راكم محليكم راكم عسل الدنيا بصراحة نعمة فحياتي ان شاء الله ربي يخليكم ليها الناس الكل هي صحيح قناة صغيرة اما كيتشوف التعليقات معناها متع الناس اللي يتبع فيها واللي تحبني والله بالدنيا معناها مش فايدة في الكثرة الفايدة في البركة هاو كان البنات طوى حطيتهم وباش نبدأ نحل بالكعبة بالكعبة لازم ندهنوا الارخامة بشوية زيت على خطرها تريع تريع ومبعد ناخد الكعبة الأولى ونبدأ نحل فيها حتى لين البلاندو ترافاي يولي يظهر معناها تحلها تحلها على الأخر هاكم تشوفوا كيفاش باش نحلها وعتيتكم معناها بالدتائي تحلوا ما تخافوش منها راي ما تتقطعش خطرها ما اخدوه ممليح وحتى للبنيات والمبتدئات ولا حتى اللي ما يعرفو هايش راهي سهلة شوية هاكا تحب لهاكا شوية وقت معناها تعطيها وقتها أما راهي سهلة سهلة على الأخر تدهنوها تواب شوية زيت راي اللي بنات نحلها بزيت زيتونة انتوما كانت تحبوا تحلوا بالزبدة تحبوا بالزيت النباتي اللي متوفر عندكم اعملوا بيه اما بالنسبة ليه بالزبدة وهذه الأستويسة الثانية لبنيات اللي هي مغير فاسميد ارتب ونبدأ نطبق فيها بشوية بشوية كيف كيف مش نحلة معاكم الكعبات الكل هاوكم خدامكم المهم سرعت لكم في الفيديو باش متفدوش وكهو لان كملتهم الكعبات الكل وان شاء الله وان شاء الله يعجبوكم ويجيكم ابن ملاوي واسهل زيته فما برشة معناها وصفات للملاوي اما هذية انجح وصفة نكمل بنات نحل الكعبات الكل نحل فيها بشوية بشوية كانت تحب وراه وتخليوها ترتاح قد ما ترتاح دي من عودتكم وقت ما ترتاح العجينة قد ما تجيكنيش اما راني ما خاليت هايش ارتاح على خاطرني حبيت نعملها فطورة الصباح في سا في سا وطاوش نبدأ نطايف فيها لبنياتها وكيفاش تهزوها بالضبط بشوية بشوية ايد تشدوا ايد حط فيها واتهزها راهي ما تتقطع زيتها حطيتها على النار ما نجمش نقلبها سخونة بشي نجيب لها مغرفة تعرفوا سخونة وزيد فيها الزيت الزيت يخليها تضخن اكثر من لازم يعني تولي تحرق وردوا بالكم هاوكا عملوا مغرفة لوح ولا حاجة يقلبوا بها شفتوا لبنيات بش تعرفها اللي هي نيش حق تبدأ تنفخ ظهر لي واضحة في تصويرها كيفاش بدت تتنفخ راهي هذيك ناجحة وتحطوا الزيت ضروري تحط ساشي ولا ش اسمه البلاستيك الغذائي ولا كيف تحبوا حتى ساشي تحط فيه منديلة وكل الكعبة التي بتلفها في المنديلة قبل متحط هاش فساشي ديرك تعرفوا مهو الصحي تحطها في المنديلة قبل ومبعد تحطها فساشي وتلفها والله تبقى لكم حتى بالنهارين كيمهية جيس سخنها شوية وكهو وبتبيع الحجم على كيفكم اللي عندها التاجين متاع الملاوي المحلولة ذيك عملوها اكبرا بالنسبة لي عملتها في تاجين الخبز هكا عليش عملتها مكعبات صغر انتوما تحبوا تكبروا فيهم كبروا تحبوا تعملوهم صغيرات كما تحبوا حاصيلوا لكم حرية الاختياء تاوي البنات الملاوي متاعنا احذر لازمنا نحضره في طيرنا بش نعمل قحيوتي ومبعد بش نوريكم الريزيلتاء متاع الملاوي ومبعد عنا روتين اليوم البنات بش نحط لكم وصفه معناه الفطور في الاخر على خاطر الفيديو طويل ومشارجي زيده في برشه حاجات هاكم تشوفو عنه روتين زيده اليوم شمروا على اذراعاتكم وقوموا تشجعوا معايا وكملوا قضيتكم ومحليه نظافه ومحليه ريحت الدارك تبده نظيفه وفيها شوية بخور ويعيني يعيني حسيله هاي البنات شكون جيد تفتر معايا كل شي هاو حاذر ونودكم من شاهيكم وان شاء الله قسمكم في الجنه حضرت القهوه لبنات تعرفوني قهوتي مغير سكر وطيبت كعبت اعظم وجبت شوية تمر غسلتها فما ناس ما تغسلتش تمر اما كل واحد كيفاشيه كان بالنسبة لي مستحيل كان ناكل كعبة تمر مغير ما نغسلها وهذو ما اكعبات المناوي بعد ما نحيتهم من منديله ومساشيه وباش نوريكم كيفاجيه بالضبط هاوك كل شي على عينيكم باش نوريكم التوريق زي اللي فيها من داخل شوفوا لبنات هاوك طبقتها وحليتها كيمة هي ميجرها رحت شي له يابسة ما شاء الله معناها جيت ناجحة ناجحة على الأخر ما شاء الله معناها وصفة بالحق من القلب للقلب ان شاء الله لبنات تجربوها وتعجبكم وان شاء الله اللغت اللي طلبتها مني ان شاء الله تعجبك تجربها وترجع تكتبلي دخولي راهي الوصفة نجحت بايه لبنات هاني مش نوريكم التوريق اللي فيها السميدة ذاكع اكلم غير فالحطيناه هي اللي تعمل لنا التوريق يبدأ ظاهر ان شاء الله تكون ظاهرة في التصويره خاطر من الضوء متاع التليفون ميجي ظاهرة بالكتاء هما ما شاء الله جيت مورقة على كيف كيفك مش نوريكم زادي الكعيبات الاخرين راهم الكل جاء وكيف كيف تقولوش معناه هكي صورتلكم وحيدة لبس عليها الاخرين ليه راهم ناجحين الكل شوفوا لبنات هكا الكعيبات الكل راهم خفاف وهاكما تشوفوا حتى يديها مهم شكل يقدروا بالزيت ولا حاجة شيحين وزادي ناجحين بلقدي بلقدي شاء الله تجربوها تعجبكم هاني صورتلكم لفتاير بعد ما احذر اللبنات وتوى باش نمشيه للروتين بتاعنا اليوم باش نسيق الصالة وعندي زادة مش نسيق الفيراندة وشنوه اخر حسي له هكا مع الفيديو كامله الاخر وشجعوني بالجميع وبالكومنتارات المزيانة خلي الفيديو يطلع نترشفه قيوتنا وبعد يعمل الله نمشيه نشوفه اشنوه باش نعملو فين هيرنا اليوم روتيننا في الصالة اول حاجة خرجت الزربية حطيتها البراء في الشمس خطرها الزينة هزيتها هي الولى وكانت عندي صدحات اجراري لاني غادي نصهر عليهم في الليل وكل زادة نحيتهم ومن بعد باش نخرج ديما نحب كنحط الزربية ولا مرقوم ديما تحت هالحسيره اقل معناها غبرة واقل واخف زادة في الغسلين ديما نعمله غسلة فيسا فيسا ينضاف وما يشدش ليد وزيد خفيف معناها في الهزين وحط في الغسلين خفيف مش كما الزربية والاغلبية الغبرة الكل جي فيه هو بايه البنات توا باش نسيقه الصالة هكا حالة الشباك وباش نعملها تسيقه بايه ومن بعد نشافها بتبيعها نجبدها بالركلات ونشافها بالطرف ونخليها الباب محلول وشباك محلول حتى يلي ان تشيح بالقدير ودخولها الشمس هذا تاخوه برشة شمس وبرشة اهواء نظيف وان شاء الله اللي بنات هكا باش نقصها الصالة خلنا نرجحها بتقعاد هي تقريب كبرها تسعة مترون ومش تولي كبيرة برشة ومش نبدلها الغلاف ان شاء الله بإذن الله هذي البرنامج ومش نغلفها على الجهتين معناها كل جهة كله باش كينفد من الكوليرا ذيكا نقلبها باش نحطها عندي صالة البرة ان شاء الله اللي بنات نوري هي لكم انهار مزالت معناها سيمين مش مدهونة ومش ومش ركب فيها الجبس فيها البرتيرا كهواما كبيرة كبيرة ما شاء الله تقريب 7 مترو هذيكا باش نخرج لها الصالة ذيكا نحطها البرة ونعملها كي تلقى عادة كمزيانة ونحط نشري صالة جديدة للدخلانية البرة عملتها على ذياف يجيك حد تعرفوا معناها دارة الفيلا تبدأ صغيرة معناها ما تحملش هذيكا والكل وطاول ابنتها كم تشوفوا كملت مساحتها ونشفتها باش نخليها تشيح ومش نمشي نسائق الفيراندة من بعض نرجع لها زربية وجرارية والمانية ما لازمها الكل نسكر الشباك والبيب ونعملها تبخيرة به وعليش ما حبيش نستغنى عليها الصالة ذي نحب نغلفها خاطر الموس متاحها طيارة على الاخر عندها قدش من عام لتاح لحدها شي معناها ما نحبش نخسرها بالحق موسها هيل وهذه البنات السالة بعد ما كملناها ومش نمشيوا مبعدنا للفيراندة ونوريكم شنو عملت فيها ونظروا التقس ليس ماشاء الله معناها مستعمل الكيف أمان بعد ولا ريح تولي بنات سيقة الفيراندة ونشفها وفيسا فيسا تشيح خاطرها جاي لبرا ونحكي لكم بعض الحالة اللي صارت فيها وليت حمرة حمرة بالتراب ما حبيتش نعطيكم الطاقة السلبية ونصور لكم الحالة اللي وليت فيها معناها كنت تعبوا الكل بشيخ سارة حمد الله على كل حال ولي وصلت لهنا ما تنسينيش مجيم والكومنتير كم زيت ما كتبتش ولي مش مشتركة بتبعد اشتركوا تواصلنا نهاية الفيديو إن شاء الله عجبكم منير رضاكم وتوام بقالي كان نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه وإن شاء الله نتلقاه في فيديو جديد وبسلامة